استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمدينة العالمين الجديدة البابا توادرس الثاني بابا الأسكندرية بطريارك الكرازة المرقصية ونحو تسعين شابا من المشاركين في ملتقى لوجس الثالث للشباب 22 واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالترحيب بالبابا توادرس الثاني للمرة الأولى بمقر رئاسة مجلس الوزراء بمدينة العالمين الجديدة أكد مدبولي خلال كلمتي أن المصريين يعملون معا كنسيج واحد وأن مصر تستوعب أبنائها بلا تمييز أو تحيز معربا عن سعادته البالغة وترحيبه بالشباب المشاركين في الملتقى الملتقى الثالث للشباب عام 2022 للتواصل مع وطنهم الأم خاصة وأن الملتقى ينعقد تحت شعار العودة للجذور